السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص هو اللي انا عايزة بقبيل كلام النهاردة سؤال بسيط جدا. وهو ايه مفهوم اللعب المظلوم في نظرك? اكيد اغلب الاجابات هتكون ان اللعب المظلوم ده بيكون عنده مهيبة كبيرة افضل من تقييم الناس له. ودي اجابة طبيعية جدا. ولو انا شخصيا كان حد سألني السؤال ده قبل ما اعمل حلقة النهاردة اجابتها تبقى كده. ولكن بعد قرار الحديث عن اللعب النهاردة الوقت اتغير تماما. بص هو انا مقدرش اقول لك ان فرناندينيو افضل لعب على مدار التاريخ في مركزه. ولكن كل اللي اقدر اقول لك عليه انه حرفيا كان واحد من اهم صانع نجاحات المنظومة الاقوى حول العالم في الوقت الحالي. والغريب بقى انك مستحيل تلاقي اسمه موجود في اي احتفالات او مناسبة. وضاف نظري كمة الظلم. وجملة زي كمة الظلم دي لما انا اقولها اتأكد ان حلقة النهاردة على اللاعب هو من اكتر اللاعبة. في التاريخ نصيبه ظلم بكل مقاييس. فرناندينيو من والد البرازيل سنة خمسة وتمانين. بداية مع كرة الكلم كانت في ناشية نادي برنا سنة تسعة وتسعين. وبعد اقل من سنة يتم العسور عليه من كشافين نادي اتلات كوبيرنيانسي. النادي اللي كان في الادارة. مصممه على انضمان فرناندينيو اللي ناديهم. وفعلا نجحه في ده. وبعد ما فرناندينيو قضى معهم موسم ما بين التخبط والانسجام. يدخل الموسم التاني له وينفجر ويظهر باداء افضل من المتوقع لدرجة انه على الرغم انه بيشارك مع الساكن تيم كباكيمين اللي انه كانها الموسم كهدفر الدولي. وده بقى كان الدفع الاكبر لاختياره لتمثيل الفريق الاول. وفعلا موسم الفين واتين الفين وتلاتة يكون الاول له مع الفريق الاول. الموسم اللي هو فيه شارك شبه اساسي وكان بيقدم عرض قوية جدا. العرض برضو اللي كانت السبب الاكبر في انه تجي له استادة على المنتخب في كاس العام تحت عشرين سنة. البطولة اللي فيها فرناندينيو ظهر على فترات متبعدة ولكنه برضو قدم نفسه اللي علم كله عن طريق تسجيله هدف الفوز القاتل على المنتخب الاسباني في النهائي. الهدف اللي كان بيأكد على امكانات اللعب وكوة شخصيته. الهدف اللي بيه تواجل برزيل بكاس العام. كاول مرة للمرحلة من عشر سنين وكل ده على قد فرناندينيو اللاعب اللي على رغم العرض اللي جات له. اللي انه استمر مع الفريق لحد سنة الفين وخمسة. وعلى مدار التلات سنين دول. شارك في خمسة وتسعين مباراة. سجل في واحد وعشرين هدف. وساعد الفريق في التتويق بالدورة والكاس. وطبعا فطرته مع النادي انتهت مع دفع شخطار ما يقرب من تمانية مليون يورو مقابل انضمام صاحب العشرين عام. وفعلا تم الصفقة موسم الفين وخمسة الفين وستة كن الاول اللي هو في اوكرانيا. الموسم اللي هو فيه كخط وسط. شارك في اربعة وثلاثين مباراة. سجل تلت اهداف وصنع زيهم. وبيهم ساعد الفريق في الفوز بسنية الدولة والصوير المحلي. ولكن اللي حقيقة ساعتها اداءه ما كانش زيال متوقع. ولكن في الموسم اللي بعده بقى. ظهر فرناندينيو باقوى اداء له. اداء بيه. حرفيا كان يستحق الاعتماد عليه من جميع الجوانب. لدرجة انه شارك على مدار الموسم في اربعين مباراة. صنع فيهم سبق اهداف وسجل اربعة. وبيهم على رغم انه كان موسم صفر على الفريق. اللي ان النسك التصعود اللي كان بيظهر في مستوى اللاعب. كان بيأكد انه لسه عنده كتير. وفعلا ده اللي حصل في الموسم اللي بعده. الموسم اللي فيه فرناندينيو شارك في واحدة اربعين مباراة. سجل فيهم اتناشر هدف وصنع تسعة. ايوا تسمية صحة. لعب خط الوسط اللي مهامه دفاعية بحت. سام في تسجيل واحد وعشرين هدف على مدار الموسم. وبهم قادر الفريق اللي التطويق بسناية الدوري والكاس المحلي. واكمالا بقى فنتيجة التقلق اللي كان بيقدمه اللاعب. تكون انه يفوز بجهازة افضل لعب في الدوري. وفي الموسم اللي بعده بقى فرناندينيو استمر على قوة الاداة اللي كان بيقدمه. وعلى الرغم من انه يشارك في خمس مركز مختلفة. اللي انه يدر يسجل حداشر هدف ويصنع تلاتة وبينفاذ مع الفريق بالصوار المحلي. وده عادي ناما لما كانش عادي هو صنعته للتاريخ مع الفريق. التاريخ اللي كان باعداءه الخيال في كاسر الاتحاد الاوروبي. البطولة اللي فيها فرناندينيو اختارت قنوط طبيعة ويدر يسجل على تطوط النهية موسكو ومارسيليا. وحتى في مواجه دينامو في سمي فانال البطولة. سجل هدف في السعود لمواجه فيرد بريمين في النهائي. في المباراة اللي كانت صعبة جدا. ولكن يفوز رفاق فرناندينيو باول بطولة الاوروبية في التاريخ. وبالمناسبة البطولة الوحيدة للشاختار الى الان. مع لان المؤمن في موسم الفين وتسعة الفين وعشرة. بدأوا شاختار بمواجهة برشلونة في الصبر الاوروبي. وساعته برشلونة كسب بهدف نظيف. ولكن للناس اللي متابعة النتيجة دي انجاز كبير لما يكون الكلام عن برشلونة الفين وتسعة. المهم من بعدها فرناندينيو قضى الموسم بالمشاركة في تسعة وتلاتين مباراة. سجل خلالهم تمن اهدافه صنع خمسة. وبيهم مساعد الفريق للفوز بالدوري. وده ممكن يكون صعب. ولكن الاصحاب بقى كان في الموسم اللي بعده. الموسم اللي فيه فرناندينيو يشارك في عشرين مباراة. سجل خلالهم تلات اهداف. والترقام دي كان سببها تعرضه الكسر في الصاك ولعل اصرها غاب ما يقرب من سبع شهور ولكن ساعة الاصابة ما تمنعوش من انه يكون موجود في تتويج الفريق بالسلسات المحلية. ولكن بعد العودة من الاصابة في الموسم الجديد ظهر فرناندينيو باحد اهم اداءاته على مدار مسيرته. اللي ده اللي بيشارك في تنين وتلاتين مباراة. صنع فيهم حداشر هدف وسجل ستة. وبيهم قاد الفريق للتتتويج بسنقة الدوري الكاس. والتواحق بقى اللي كان ظهر باللعب. نتيجة تكون عروض كتير. ولكن بالاجماع كلهم يفشلوا. ولكن نتيجة ان فرناندينيو يبدأ الموسم الجديد مع شخطار بالمشاركة في ستة وتلاتين مباراة. وعلى الرغم انه المفروض يكون محبط بعد فشل العروض. اللي انه ده ما اصدرش على مستوى لدرجة انه قدر يصنع عشر اهداف ويسجل ستة. وبين يكون الفريق للفوز بالسلسات المحلية. ومن بقى كم رائع باللعب ساعتها? منشستر سيتي. الناد اللي بعد ما اتأكد انه هيكون اضافة للفريق. قرر يدفع عربعين مليون يورو مقابل انضمه من صاحب التمانية عشرين عام. وفعلا تتم الصفقة. وموسم الفين وتلاتاشر الفين واربعتاشر يكون الاول اللي هو في انجلترا. الموسم اللي شارك على مداره في ستة واربين مباراة. سجل فيهم خمس اهداف وصنع زيهم. وبين يكمل اهم اسداب جمع الفريق صنية الدولة وكاس الرابطة الاول مرة في تاريخ النادي. ولقى السنة ده الموسم ما انتاشى على كده لاني بعدها تيجي لفرناندينيو صدع للمنتخب في كاس العالم. البطولة اللي اتكلمنا عنها في اكتر من حلقة. ولكن المضمون هو ان بعد ما الصنبة خسر بسبعة واحد على قد الالمان في السم يخسر على قد التوحين الهولندية في مباراة التحديد للمركز التالت ويكتفى بمركز الرابع. وكل ده كان في وجود فرناندينيو اللاعب اللي كان سجل هدف لا ينسع الكاميرا. بما اصبح جزء مهم مع الفريق. وده اللي خلق ورديولا يقول عنه انه بيتمنى يكون عنده تلات نسخ من لان النسخة الوحيدة اللي عنده بتمثل السرعة والقوة الهوائية والتنوعية في المراكز والمهام. وساعتها نهى كلامه لما قال انت كمدرب لو عندك اي مشكلة في الملعب ساعتها كل اللي عليك انك هتلجأ للعب واحد وهو بالفعل موجود معانا في الفريق. ولك ان تتخيل بقى ان كل الكلام ده خارج من بيب وكمان يقولوا عن اللاعب مش بيلعب معه اصلا في الفريق. وطبعا ده اللي انه كان لسه مجاش للسيتي. وبعد الكلام ده بقى الوضع تغير تماما وفرناندينيو بدأ موسم الفين وخمساشر الفين وستاشر بتطور كبير في مستوى. وكمان بالاضافة لتسجيله ست هداف وصناعته زيهم. بهم يكون سبب اساسي في تتوجي الفريق بكاسر ربطة. وتحديدا لما سجل على في السيمي فاينال. واللي بيقى سعد الفريق لمواجهة في النهائي. في المباراة. اللي بعد ما فرناندينيو سجل فيه هدف تستمر على التعادل لحد الوصول لرقلات الترجيح. وساعت الحظ يبتسم للسيتو ويتوق بالبطولة. ولكن الديحك بقى كان في الموسم اللي بعده. الموسم اللي هو فيه شارك في اربعة وعربين مباراة. سجل تلت اهداف وصنع اتنين. والحيان الديحك هنا كان في جوارديولا. المدرب اللي كان كاتب شارف فرناندينيو. اول ما بدأ في تدريب الفريق خد عندك بقى. فرناندينيو يلعب زهر ايمن او زهر ايسا. وتمان كروت صافرة منهم واحد احمر. واكملا بقى ما شاء الله اخد مرتين كارت احمر مباشر. الله ينور عم جوارديولا. معلنا المؤمن بعد نهاية موسم عجيب. فرناندينيو يبدأ موسم الفين وسبعتاشر الفين وتمانتاشر. بالمشاركة في تمانية واربين مباراة. سجل فيهم خمس اداف وصنع زيهم. وبمساعد الفريق في تقديم موسم كبير موسم فيه بعد ما فاز بكاسر ربطة يصنع التاريخ ويتوق بدور الميت نقطة. وكل ده في وجود فرناندينيو اللاعب اللي لو اتكلمنا على عام التفصيل له في الموسم ده. بالتأكيد مش يكون فيه اهم من هدفه الصاروخ. الهدف اللي تم اختياره كهدف الموسم في الفريق. وبعد موسم رائع فرناندينيو يبدأ موسم الفين وتمانتاشر الفين وتمانتاشر باداء دفاع اقوى بكتير. وخصوصا بعد خروجيات وليه لالصفقة اللي تحول بها فرناندينيو للكيام بكل المهام الدفاعية وساعدها بقض نظر عن صناعته لتلات اهداف وتسجيله الرابع. فهو اقدم افضل نسخة دفاعية له على مدار ما صرته. نسخة بيها تم رشادة به من اكتر من جهة. زاد انه كمان ساعد الفريق في الوصول لاهم انجاز في تاريخ الاندية الانجليزية وهو التاتويج بالربعية المحلية للمرة واحدة في تاريخ انجلتورا ويكمالا بقى في نتيجة التقلق اللي كان بيقدمه اللاعب تكون وجوده في التشكيل المسائي للبريمير ليج ولقى استهند عشان تكمل بقى مع نهاية الموسم تجلس ده على المنتخف في كوبا امريكا البطولة اللي هو اللاعب فيها مباراتين وبعدها تجيله اصابة وبعد العودة منها يكون موجود على الدكة وبالتالي ما يكونش لي دور كبير في تاتويج البرازيل بكوبا امريكا ولكن ده مستحيل لناسينا انه كان موسم تاريخي بكل المقيس على بطل حلقتنا اللاعب اللي في الموسم اللي بعد وشارك في احد واربين مباراة استمر فيهم على قوة الاداء وبرضو يساعد الفريق في تاتويج بسنوية كاسر رابطة والصوار المحلي ولكن تتخيل ان كل الكلام ده على اللاعب وصل لخمسة وتلاتين سنة وكمان كان بيلعف اقوى فرقة في العالم ولقى ده مش لحد هنا بس لقى ده في موسم الفين وعشرين الفين وواحد وعشرين يستمر فرناندينيو في تقديم لعرضه القوية ويشارك على مدار الموسم في ستة وتلاتين مباراة صنع فيهم اربع هداف وسجل الخامس وبينفاز مع الفريق بالدور وكاسر رابطة وساعت على رغم الاصابات اللي كان بيتعرض لها اللي ان لا ينسى دوره مع الفريق في دور الابطال البطولة اللي فيها السيدي استمر لحد مواجهة في النهائي في المباراة لهدف البلوز الوحيد يكون سبب في تاتويجهم باللقب وطبع نفس الخطأ استمر فرناندينيو مع الفريق في الموسم اللي بعده ولكن نسبة المشاركة قلت جدا لعدة اسباب اهمهم طبعا عامل السن واللي كان سبب في انه شارك على مدار الموسم في تلاتة وتلاتين مباراة اغلبهم كان بديل ولكن مع نهاية الموسم وتتوجي السيتي بالدورة يقلم فرناندينيو انه هيغادر الفريق ويعود لبرازيل من اجل انهاء مسيرته وفعلا بعدها يعود فرناندينيو النادي اتلات كوبرنانسي النادي اللي هو مستمر في الصوف والى الان وعلى مدار الفترة دي شارك مع الفريق في خمسة واربعين مباراة سجل في اهم تلات اهدف وصنعه ستة وفاز معهم بالدورة ووصل لنهاية الكوبة لابرتادوريس وبس يا سيديو الى هنا ينتهي كلامنا عن واحد من اكتر اللاعبة اللي اتظلمت في تاريخ المستديرة اللاعب اللي انا شخصيا عندي سكة كبيرة في انك اتأكدت مية في المية بعد ما سمعت مسيرته انه فعلا مظلوم ولكن زي ما دايما بنحب نانيو قصتنا بالارقام فحب اقولك ان فرناندينيو شارك على مدار مسيرته مع الاندية فاكتر من صبامية واحد وعشرين مباراة سجل فيهم اكتر من تلاتة وتمانين هدف وصنع برضو اكتر من تسعة وتمانين وفاز خلالهم في البرازيل بالدور مرتين والكاس مرة وحيدة ومع شختار بقى فوفاز بالدور ست مرات والكاس اربع مرات والصور المحلي مرتين وطبعا الهم والاغلى هو تتوجه بكاس الاتحاد الاوروبي وكل ده كان مع شختار اما بقى مع الستيف هو فاز بالدوري خمس مرات وكاس الاتحاد ست مرات وبالمناسبة هو اللعب الاكسر تتوجن بالبطولة دي وكمان طبعا فاز بالصور المحلي وكاس الاتحاد مرر كل بطولة وده مع الاندية اما بقى الارحمن لمشاركاته مع المنتخب واللي تتمثل في المشاركة في تلاتة وخمسين مباراة صنع فيهم خمس اهداف وساجل اتنين وفاز فيهم مع البرازيل بكوب امريكا الفين وتسعتاشر وبس يسيد وبكده انكم وصلنا الاندية الفيديو طبعا لو عجبك هالفيديو ما انساش تعمل لايك وطولنا بقى تحب ان تفكير العاملين الفيديو الجاي السلام